موسيقى نرده كان فيه بروفة لتخطيطهم لما يحدث فيه يوم السادس من أكتوبر للاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصارات العبور المجيد ومحاولتهم لتعطيل البلاد واحتلال ميداني التحرير وربع العدوية نرده حاولوا بمسيرات محدودة من المهندسين ومن المعادي وغيرها لاتجاه لميدان التحرير لكن الشرطة فرقت المسيرات دي أسمح لهم بيت التواجد داخل ميدان التحرير حتى لا يحصموا فيه وكذلك الأمر بالنسبة لميدان ربع العدوية الملاحظة النهاردة أنه كان فيه اشتباكات كثيرة مع الأهالي سواء كانت في شبراء في المانيال في ربع في الزتون أخبار يمكن منذ دقائق قليلة في الزتون كان فيه مسيرة في ميدان بن سندق قريبا كانت متجهة لروكسي واشتبكوا مع الأهالي اللي اتضايقوا من الحتافات المسيئة للقوات المسلحة والشرطة من قبل جماعة الإخوان المسلمين أصفرت يمكن عن ثلاث قتلة وعشرات الإصابات بالإضافة لقطيل في اشتباكات القصر العيني اليوم وتسع إصابات ما بين الأهالي وأنصار مرسي اللي النهاردة كان عندهم تكتيج جديد لدخول لميدان التحرير وهم استقلوا متر الأنفاء من محطة المعادي لمحطة الملك الصالح وبعدها ترجلوا يعني على أساس يعملوا حجد من شارع القصر العيني أو غيره والشرطة فرقتهم قبل ما يوصلوا لميدان التحرير وتوجه بعد كده ليه كورنيش المعادي وانتسحب يمكن معظم الإخوان فيه قبل ساعات الحظر اللي بتبدأ النهاردة الساعة سبعة أما المحافظات كان يعني يمكن سيناريو مواسل لما حدث فيه القاهرة تم القاء القبض على أكثر من 44 فيه السيوت وتم الاشتباك مع الإخوان فيه الشرقية وعدد من المحافظات الأخرى لمنع هدفتهم المسيئة للقوات المسلحة وليه الجيش أيضا فيه بعض الصحف بتكشف بعض المخططات لجماعة الإخوان بالتعامل مع الجهاد الإسلامي في حالة عدم وصلهم لميدان التحرير يوم الأحد المقبل في ذكرى الاحتفال بستة أكتوبر أنهم يعملوا بعض الأعمال التخريبية والأعمال الإرهابية هنبدأ عنوين الأخبار بجريدة المصر اليوم وفيه موضوع مظاهرات اليوم في الصفحة الأولى بروفة دم إخوانية قبل احتفالات أكتوبر قتيل وعشرات المصابين في الاشتباكات وأحباط محاولات غزو التحرير والاتحادية وفيه حتى جايبين جانب من المظاهرات اللي كانت حصلة اليوم والاشتباكات اللي كانت فيه شارع شبرى كان بيحاولوا خروج بمسيرة من مسجد أمام مسجد الحزندارة في شبرى ويشتبكوا مع الأهالي يمكن حتى الأهالي إمعانا في غيز جماعة الإحوان المسلمين عملوا سيارة كده وفيها سماعات صوت بأغنية تسلم الأيادي يعني عندنا فيه جماعة الإحوان المسلمين أيضا فيه المصر اليوم فيه الصفحة الأولى خبر تحت عنوان رئيس أركان أمريكي سابق أوباما وضع مؤامرة لزعزعة استقرار مصر وبالجريدة بتتكلم اسمه فيه شيلتون بيقول لو لا عزل مرسل تحولت مصر إلى سوريا مرة أخرى وتتكلم أن الإدارة الأمريكية كانت تتحول زعزعة مصر والبحرين وبعض الدول فيها المنطقة العربية لكن محاولة أو مقامة به الفريق أول عبدالفتاح السيسي من عزل الرئيس المعزون محمد مرسي أفشل هذا المخطط وبيقول لو لذلك فيه أقل من عام تتحولت مصر إلى سوريا وتم تدمير الجيش المصري بالكامل ده كان كلام فيو شيلتون هو رئيس هيئة الأرقان الأمريكية السابق في صفحة أربعة في جريدة مصر اليوم تفاصيل مظاهرات اليوم بروفة إخوانية دامية تمهيدة لستكتوبر سقوط قتيل و14 مصاف في اشتباكات بين الإخوان وأهالي المانيال وأنصار الجماعة يحاولون اقتحام التحرير والأمن يتصدى بالغاز وتأهب في ربعة ويمكن الخبر ده قبل الاشتباكات اللي كانت فيه الزتون ده يمكن نزل على بوابة الأهرام لو وجود سقوط ثلاث قتل على الأقل وعشرات الإصابات ما بين الأهالي وجماعة الإخوان المسلمين أيضا في الصفحة الرابعة في جريدة المصر اليوم خبر تحت عنوان السيسي مهنان منصور بنصر أكتوبر لا تهاون مع معتد ولا تسامح في استرداد الحق أما دكتور ياسر برهامي نقاب رئيس الدعوة السلفية بيقول يطالب أخوان مرسي بعدم التظاهر تدجنبا لبحور من الدم خطب الجمعة النهاردة ركزت على ذكرى النصر للمصالحة وليس لسفق الدماء تعقيبا على دعوات جماعة الإخوان المسلمين للخروف في مسيرات واحتلال ميدان التحرير وميداني ربع والنهضة في ذكرى السادس من أكتوبر يوم الأحد المقبل واللي سأطلقوا عليها جمعة الفرقان ما بين الجنة والنار والنهاردة القيادية عز الجرف اللي هي الشهيرة بم معيمن بتدعو المسلمين أو الإخوان المسلمين لاستشهاد يوم الأحد المقبل وعدم ترك الميادي ننتقل لي جريدة الوطن وفي مظاهرات اليوم يمكن في موضوع كلمة بروفة هو منتشر ما بين الجرائد بروفة إخوانية فاشلة لاتحام التحرير الأمن يتصدى للإخوان بالقنابل المسيلة للدموع والأهالي يفركون مسيراتهم في المحافظات أما حركة تمرض وقوة ثورية وسوفية وإخوان بالعنف يحتشدون في ميدان الثورة غدا للاحتفال بالنصر ودعم الجيش الجمعة النهاردة اللي كان الإخوان بيعملوها بروفة لاحتلال ميدان التحرير وميدان ربعة كانوا أطلقوا عليها القاهرة عاصمة الثورة رغم أنهم يعني كانوا بيطلقوا على نفسهم صوار إلا أن كل الأهالي لفظوا الإخوان خاصة يمكن في المانيا اللي كان فيه اشتباكات كبيرة جدا لأنهم كان فيه قبل كده اشتباكات وقتل مجموعة من أهالي المانيا اللي على يد الإخوان المسلمين النهاردة كانوا كمان بيحاول يحتكوا بالأهالي وحاول يقفلوا المحلات التجارية وغيره اللي كان عليها صور الفريق أول عبدالفتاح السيسي فالأهالي يشتبكوا معاهم ونجح أنهم يترضوهم من منطقة المانيا إلى منطقة الملك الصالح وكمان يمكن الأهالي يعني بيمشطوا المنطقة للبحث على وجود أي عنصر من العناصر الإخوانية وزي ما قلت لحضراتكم كل دي دعوات لأوبروفة فعلا ليوم الحد المقبل اللي هما بيحشدوا فيه لمظاهرات في 6 أكتوبر وفيه دعوة من حركة التمرد ومجموعة من القوى السورية للاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر في داخل ميدان التحرير لتفويت الفرصة على جماعة الإخوان المسلمين لإحتلال الميدان أيضا في جريدة الوطن في الصفحة الثالثة أجهزة سيادية بترسل تنصيقا بين الإخوان والجهاد للاشتباك مع الجيش غدا غدا يقصد يعني يوم الأحد ومصادر بتقول رصاد منتصالات ما بين أردغان ومنير للتدخل في الشأ المصري ودي الخطة البديلة اللي في حالة فشل مظاهراتهم يوم الحد أما جريدة الوطن فبتنشر خطة الجيش والشرطة لحماية مصر في احتفالات أكتوبر فهد يتولى تأمين المناطق الحيوية وقبضة حديدية حول ميدان التحرير ونيورك تايمز بتكلم على الفيديو المصرب للفريق أول عبدالفتاح السيسي في أيام الرئيس المعزول لما كان مع مجموعة من قادة الجيش ومجموعة من الضباط زوية الرتبة الصغيرة فبتقول أن ده الفيديو المصرب لوزير الدفاع يظهر ثقته بنفسه وبجنوده ومسؤول العسكري بيعلق للجريدة أن الفيديو كان إيجابيا ومتص غضب الضباط وهيئهم لكبول الديمقراطية وده الفيديو اللي كان نشرته شبكة رصد الإهوانية هو كان بيكلم فتفضة مع الضباط على موضوع مسؤول الضباط أمام يعني يخضع للمحاكمة أو غيره أو للمراقبة من البرلمان أو من غيره فبيؤهيوهم لكبول ذلك وفي نفس الوقت بيصبرهم على وجود الامتهان للمؤسسة العسكرية في أيام الرئيس المعزول وجريدة الوطن أيضا بتؤكد على كما قاله رئيس الأرقان الأمريكي السابق فيو هيتشلتون أن السيسي أجهد مؤامرة أمريكا وأنقذ مصر من مصير سوريا وبيقول السيسي الفريق أنهى مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي كانت بتتكلم عنه كوندليزة رئيس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كانت دايما تتكلم على الفوضى الخلاقة أو الشرق الأوسط الجديد من تفتيت الوطن العربي لمجموعة دويلات صغيرة متسارعة ومتنحرة لتسهيل مهمة الولايات المتحدة والحفاظ على أمن إسرائيل أيضا في الصفحة السلسلة في جريدة الوطن في شعار ربعة جديد ده الجبهة الوطنية لمناطة أخوانة مصر عملت شعار جديد في ربعة والشعار بيد ملتفة بالعالم الأمريكي تقطر دمن وتحمل رشاشا وبيتقول أنهم يتذكرون بجرامهم في مواجهة إجزوبة السمود لأن ربعة ليس رمز للسمود إنما شعار زي ما حضركم عارفين شعار تركي وعملين النهية الأيادي بتقطر دمن لتسكير جماعة الإخوان المسلمين بجرائمها في حق الشعب المصري العظيم ننتقل لجريدة الوفد وفي الصفحة الأولى مؤامرة إخوانية شيطانية في عيد النصر الجماعة خططت الاقتحام ميدان التحرير غدا وتوريد الجيش والشرطة في معركة دموية قوى السورية والسياسية تدعو للحجد وحماية الميادين والتصدي لتحركات جماعات الإرهاب أيضا في الوفد أنصار المحزورة فشلوا في بروفا جس نبض الاقتحام التحرير وهو وزارة الدفاع والأغرب من قوله ده بقى النهاردة أنصار الرئيس المعزول أو الجماعة المحزورة عملت مسيرة بالتعبين في مدينة نصر وده صار رعب سكان مدينة نصر يمكن أنا النهاردة شفت مجموعة من مسيراتهم في شارع القصر العيني فمجموعة من الحاملين زي ما حدركم شايفين دي الصور في مسيراتهم بالتعبين النهاردة وفعلا يعني فيه التوائم وتلائم بين التعبين ومجموعة ربع العدوية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والمشكلة أنه النهاردة حتى مسيراتهم ما كانش ليها هدف ولا أي شعار ولا أي جمعة ولكن هي زي ما بتقول الجرائد هي بروفة لجسس النبض وموجهة الغضب الشعبي يوم 6 أكتوبر وفي نفس الوقت موجهة استعداد الشرطة والجيش واللي أثبته النهاردة قدرتهم على التصدي لأي محاولة غشمة من أنصار الرئيس المعزول لبس الرعب في قلوب الشعب المصري أو احتلال ميدان التحرير الرمز الصورة والصمود الفعلي وليس ميدان ربع العدوية والرجوع مرة أخرى وحدفهم شكل أساسي هو سبك عدد أكبر من الدماء للمتاجرة بيها عالميا وأعالميا خاصة أن قناة الجزيرة ما بقتش تقدر تمارس شغلها حاليا في الوقت الحالي في مصر بحكم وصدرور حكم قانوني وقضائي بأنها غير مرغوب فيها بالعمل في مصر هنأخذ فصل قصير ونرجع لحضراتكم ونستكمل باية أخبار وتحليل صحافة الغد فصل قصير ونرجع تقنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا